اهلا وسهلا جديد بكل متابعينا في أصل حكاية الطريق الصحراوي بات يشكل مصدر قلق لمستخدميه من حالة يرثلها إلى عطاءات وعمال صيانة وترقيع وتحويلات زادت ربما من خطورة عبوره للحديث أكثر عن حال الطريق بشكل عام ونسبة الإنجاز نستضيف اليوم الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال دكتور جمال أهلا وسهلا فيك بهذا الصباح بدنا نحكي بداية متى متوقع الجداول الزمنية لانتهاء الشارع بشكل كامل بدنا نفوت الطريق الصحراوي ما يكون فيه تحويلات وكله معبد وعناصر الطريق والمرور كاملة موجودة فيه قديش بدنا تقريبا يعني صباح خير ونحن نتوقع إن شاء الله في منتصف عام 2020 أنه يكون المشروع تم الانتهاء منه هذا مشروع حيوي ومشروع كبير ويعتبر الطريق الصحراوي هو ممر تنمو شريان رئيسي للأردن كونه يعني يربط محافظات الجنوب العاصمة في محافظات الشمال ويعتبر طبعا هو طريق الرئيسي لنقل من البناء العقبة وأهميته كذلك قضية السياحية لكن كما تعلم أخي مهند الطريق يعني منذ فترة طويلة لم يتم عمل عليه أعمال صيانة ونتيجة الأحمال المحورية الرئيسية خلال السنوات السابقة بسبب إغلاق المعابر الحدودي الأخرى أصبح طريق العقبة هو الممر الرئيسي لميناء العقبة وأنه هذا الطريق طبعا بشهد حركة مرورية كبيرة حيث أنه الجزء الأول يوميا يعبره أكثر من ثلاثين ألف من المركبات والجزء الأخير اللي بشمل من رأس النقب ما بعد رأس النقب حوالي عشر آلاف مركبة طبعا نتعرض هذا الطريق إلى أنه حدث فيه مشاكل لكن وزارة الأشغال العام والإسكان قامت بطرح عطاء وهذا العطاء يعني يشمل إعادة تأهيل طريق الصحراوي نعم إحنا جايين للعطاء وتفصيلات هذا العطاء دكتور لكن إحنا بنحكي ضايل تقريبا سنة على انتهاء هذا المشروع رح يصير فيه تمديد بفترة الشتاء؟ يعني بقدر مثلا أحكي بشهر ستة السنة الجاي بيكون الأمور مية بالمية بالشارع؟ يعني تعلم أنه فيه هناك تمديدات مبررة اللي هي فترة الشتاء أنه بتعطل مقاول عن العمل أكد ما فيه تعبيد في الشتاء نعم فيه يأخذ هاي تمديدات ليس لهذا العطاء لكل العطاءات الدولة حسب ما يصدر من يعني أوقات مسموح فيها يتم ضمها إلى لكن العطاء مدة الأصلية تنتهي في منتصف 2020 ويتم إضافة إلى التمديدات المبررة اللي هي تصدر عن وزارة الأشغال بسبب الأحوال الجوية سنويا نعم يعني كم المسافة كم امتداد الطريق يعني كم كيلو متر احنا بنحكي عنها عمانا احنا بنتحدث عن حوالي تقريبا نحو 230 كيلو متر من جسر المطار إلى نزول أو رأس النقب بالمسربين أنه رح يكون هذا الطريق من اتجاه عمان إلى العقبة بمسربين ومن اتجاه العقبة لعمان ثلاث مسارب نعم يعني هذا السؤال كنا رح نحكي فيه شوي فيه كثير ناس بتحكي أنه كان ثلاث مسارب مقرر هذا الطريق بعدين صار مسربين وبعدين الحكومة ألغت المسرب الثالث ايش قصة المسارب بالضبط يعني ومدى الأهمية والحاجة لوجود المسرب الثالث العطاء كان مسربين بكل اتجاه لكن مؤخرا يعني منذ فترة تم إضافة مسرب ثالث من منطقة العقبة إلى عمان لتخدم الشاحنات نعم لكن هي قضية تمويلية في حال توفر يعني الفجوة التمويلية أو الكلفة الإضافية لإنشاء المسرب الثالث من عمان يحتاج حوالي إلى خمسين مليون دولار إضافي في حال توفر إن شاء الله يعني الوزارة لن تتانى يعني في موضوع تنفيذ هذا المسرب لكن بوضعه الحالي أنه مسربين وأكتاف جانبية من عمان إلى العقبة وثلاث مسارب مع الأكتاف الجانبية من العقبة إلى عمان نعم يعني هلأ بس يتم افتتاح الشارع بنص بمنتصف عام 2020 رح يكون ثلاث مسارب من رأس النقب باتجاه جسر المطار ومن جسر المطار باتجاه النقب رح يكون مسربين وفي حال توفر تمويل رح يتم تعبيد أو إنشاء المسرب الثالث من عمان إلى رأس النقب طيب التمويل شو قصته؟ احنا بنعرف أنه تمويل سعودي يعني تمويل المشروع هو حوالي بحدود 130 مليون دولار من الجانب السعودي كمنحة وحوالي 105 مليون دولار قرض ميسر والباقي تتحمل الخزينة يعني الحكومة الأردية يعني في حال يوجد تمويل أو مساعدة خارجية رح نعمل المسرب الثالث؟ أكيد إن شاء الله طيب يعني الكلفة الإجمالية للمشروع كم؟ تقريبا تصل لحوالي 325 مليون دولار رقم كبير والشيك على 230 كيلومتر؟ الطريق تم استخدام في أحدث المواصفات اللي بتتعلق في موضوع الفرشيات واستخدام البوليمر في موضوع الإسفلت ويكون هناك ثلاث طبقات إسفلت زاد تم استخدام الأساليب الحديثي في موضوع فرد هذه الفرشيات وقياس استوائية الطريق من خلال أنظمة أو آليات حديثة بحيث أنه فعلا نتحقق أنه هذه الطريق مواصفات تكون وفق المواصفات العالمية نعم يعني هو طريق رح يكون جاهز يتحمل كل سيارات الشحن والأحمال الثقيلة والكثافة العالية عليه يعني ما رح يكون فيه مثلا تهبطات بكرة ما رح يكون فيه تشققات بالشارع؟ أكيد إن شاء الله لا يوجد تشققات لأنه حاليا هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال اتلاف مقاولين سعوديين مع أردين من خلال ثلاث حزم تم طرحها من خلال وزارة الأشغال العام والإسكان وهناك عليه مستشارين أردين وسعوديين وفيه ممثل لصاحب العمل وهو وزارة الأشغال مكتب هندسي يتابع هذا العمل وتم توقيع اتفاقية ما بين وزارة الأشغال العام والإسكان والجمعية العلمية الملكية لغيات ضبط الجودة بحيث يتم أخذ الفحصات المخبرية في كافة مراحل عمل المشروع والتأكد أنه فعلا هذه الموصفات وفق الموصفات اللي وضعت في الدراسة الهندسية لعادة تأهيل هذا الطريق نعم طيب دكتور متى بلش طرح العطاءات؟ العطاء بلش في الربع الأخير من عام 2017 نسبة إنجازه حاليا نحو 49% والمشروع متفق مع البرنامج الزمني الموضوع له يعني احنا بنحكي عن تقريبا أكثر من سنة ونص بعد طرح العطاء لليوم بنسبة إنجاز 49% طيب بظل سنة احنا بنخلص الـ 51% وفق البرنامج الزمني إن شاء الله سيكون الانتهاء مع البرنامج الزمني مع المدد الزمني المبرأ أو الممنوحة للعطاء أو للمقاولين فترات التوقف في الشتاء نعم نعم وهي تعطى ليس لهذا المشروع وكافة مشاريع الدولة يعني فترات الشتاء وهي فترات مبرأ ومسموح فيها طيب عدد الأشخاص اللي بيشتغلوا في تعبيد وتأهيل الشارع عدد الآليات هل هو كافي لإنجاز العمل بسرعة؟ نعم يعني احنا كوزارة أشغال عام الإسكان عشان اختزال الوقت تم طرحه ليس على مقاول واحد وإنما على ثلاث مقاولين ثلاث أجزاء بحيث أنه يكون العمل متزامن في كل جزء من الأجزاء الثلاثة بحيث أنه يتم الانتهاء وفق الوقت المحدد هناك الآليات وهناك المهندسين والفنين والمستشارين يتم العمل على هذا المشروع يعني وفي رقابة 100% على نسبة الإنجاز وعلى الالتزام بالسلام العامة واستخدام وسائل السلام المهورية في الموضوع نعم يعني وسائل السلام العامة موجودة وحتى التحويلات التي عملها على هذا الطريق يتم وضحها وفق المواصفات العالمية بحيث أنه فعلا طول التحويل ما زيد عن 7 كيلومتر لعدم إرهاق المستخدم هذا الطريق وبحيث كذلك أن لا تكون المسافة يعني بين التحويل الأخرى يعني لا تقل عن 8 كيلومتر كل تحويلة مجهزة في بدايتها بحواجز اسمنتية وإضاءة وإشارات ضوئية وعاكسات ويعني كافة وسائل السلام العامة الموجودة فيها بحيث أنه فعلا أنه المستخدم الطريق أنه يكون يعني متوفر له هذه العناصر أثناء سيره على الطريق دكتور احنا أخذنا كل المواصفات العالمية جميعها اللي بتحكي عن التحويلات لأنه في تحويلات فعليا صعبة وأي حدث وقته جديد رح يضرب سيارته فيها لأنه جدا ضيقة في بعض التحويلات فإلا ما يكون في مواصفات عالمية عن عرض صح المسرب دبع التحويلة وبعدين يعني لما أسكر شارع رئيسي بدي أود طرق بديلة المفروض يعني يكون فيه مثلا تعداد للمركبات المارة هناك قياس حجم الكثافة المرورية في الموقع وأنه التحويل تكون تستوعب حتى ما يصير في عندي اختناقات أو ما يسموا عنق الزجاجة في موضوع السير أحنا بداية بدنا نأخذ بعين الاعتبار أن الطريق هذا مفتوح للسير يعني يتم تأهيل هذا الطريق وأثناء يعني استخدامه فهذا فيه هناك صعوبة تقع على يعني الوزارة وعلى المقاولين وبالتالي أنه يتم تشدد في موضوع أنه فعلا عناصر السلام العامة موجودة على الطريق لهذه التحويلات يتم بعد وضحها على المخططات الهندسية لا توضع فقط من وزارة الأشغال والمستشارين الهندسيين يتم استمزاج ويعني الكشف عليها من قبل إدارة السير المركزي والدفاع المدني والمجتمع المحلي وقبل افتتاحها يتم تجربتها والتأكد فعلا أن هذه التحويلات تلبي الاحتياجات وبعد ذلك يتم وضع دوريات من السير أو الشرطة ويوضع كاميرات والإنارة اللازمة وبالتالي مراقبة هذه التحويلات في حال احتاجت لأي شيء تدقل في موضوع بعض الأمور يتم عملها لكن هي التحويلاتية ومتماشية وفق المواصفات يعني السائق لما يكون مقبل على التحويلة ليش ما فيه مثلا لافتة رسمة شكل التحويل لأنه الوحب تفاجأ داخل التحويلة بمساحتها ضيقة لأنه تشارع مستخدامه وفيش معنى مساحة زي ما تفضلت دكتور ليش ما بتم رسم مسار التحويلة على الأقل حتى المواطن أو السائق يأخذ حذره داخل التحويل وتتفاجأ بكرباتها يعني التحويلات من البداية فيه هناك مؤشرات الأرضية والحواجز والتي تفصل ما بين والتي تنبه السائق لمسار الطريق الأصل هو عدم السرعة للطريق لأنه تعلم أخي مهند الطريق يتم العمل عليها وبالتالي لابد من الالتزام بشروط السلام العام وفي حال يحتاجت أي يعني بعض المراحضات تنفيذة يتم تنفيذها لكن هي يعني دائما تخضع للمراقبة يعني هذه التحويلات ليس لا يكتفى فقط بتنفيذها وإنما إذا احتاجت لبعض التحسين في بعض المواقع يتم العمل عليها يعني أشوف دكتور حتى نكون إحنا موضوعيين وماشيين فعليا يعني إن شاء الله نكون بالحق وبالصواب نحكي دائما الطريق الصحراوي حتى قبل أعمال إنشائية ولما كان وضعه جيد قبل ممكن 10 أو 15 سنة كنا دائما نسمع عن حوادث سير بسبب السرعة وموجودة بسبب تجاوز خاطئ تغيير مسرة بشكل مفاجئ لإنشغال عن الطريق هذا الإشي موجود لكن اليوم صارت الحوادث ربما شوي أعلى نسبتها لأنه التحويلات لأنه في عناصر موجودة بالشارع يعني في أحد الحوادث قبل أقل من شهر يعني استدام مركبة وصار في وفيات بآلية إنشائية موجودة في الشارع في الطريق الصحراوي يعني الفكرة أنه شو نظرتكم وشو الإجراءات اللي بتعملوها لتخفيف قدر الإمكان من العوائق الموجودة في الشارع في حال كان أحد المواطنين مخالف وماشي بسرعة عالية أنه ما يصطدم فيها أنه ما يصيرش أي مشكلة مثل الحواجز مثل عاكسات مثل هاي الأشياء يعني بداية أنه في ما يخص هذا السؤال التحويلات غير ثابتة يعني بمعنى حاليا تم افتتاح 125 كيلو متر من الطريق متوقع خلال الأسبوعين أنه يعني هذا الرقم يتم إضافة كذلك 25 كيلو 750 كيلو متر وبالتالي أنه التحويلة في حال تم افتتاح الأجزاء من الطريق باتجاه الثلاث مسارب يتم إلغاء هذه التحويلة وتوسعتها على الجزء الآخر ليتم الاستفادة من المساحات التي تحدثت عنها الآن فيما يتعلق في موضوع الحوادث يعني تقارير السير دائرة السير تبين أنه يعني نسب الحوادث داخل التحويلة هي يعني نتج عنها حوالي 20 وفاة طبعاً إحنا دائماً نترحم على الوفيات ويعني نشد على أيدي الأهالي وهذا مصاب للجميع ودائماً إحنا نطلب كوزارة أشغال أنه يتوخوا الحذر يعني عدم السرعة لكن أسباب نحكي خلال 2019-20 وفاة خلال فترة المشروع من إحصائيات دائرة السير المركزية هلأ طلع سبب الحوادث يعني بعد تحليل وهذا من الجانب دائرة السير وخلفات المرتكبين نعم أنه حوالي 41% هو عبارة عن سرعة زائدة و22% عبارة عن تتابع و21% من نسبة الحوادث هي المخالفات المميتة دائماً نعم تجاوز أو عدم السيطرة على المركبة فهذه الحوادث كان أي شيء له علاقة بالعناصر الموجودة في الطريق أو على أحد الأليات تشتغل كان في عليهم حق مثلاً بالمخطط الكروكي يعني تقريباً كل الحوادث بسبب مخالفات سير دكتور بشكل سريع جداً هل هناك مشاريع لأتستراد المفرق الزرقاء أو إربد الزرقاء في أي مشاريع قريبة يعني حالياً العمل على تحسين القائم والصياني هلا أن ما في أعمال تعبيد أول جديد يعني رح يكون هناك العمل مستمر وحالياً وزارة الأشغال عام والإسكان أخي مهند في بداية هذا العام بعد العصفة المطارية تعرضت لإلها الأردن شكلت فرق فنية وقامت بعمل مسح لكافة البنى التحتية الموجودة فيما يخص عمل وزارة الأشغال العام والإسكان من خلال مهندسين وزارة الأشغال وتعاون مع نقابة المهندسين الأردن ومقابة المقاولين وجدت وضعت وين المناطق الخطرة والمناطق أولويات الوزارة هل هذه الطرق موجودة على أولى الطرق؟ نعم وليس إعادة تأهيل للشارع وسيكون هناك تأهيل على الشوارع وهناك إن شاء الله أخبار طيبة أنه بالقريب العاجل يكون فيه هناك تمويل نروح بشكل سريع على العاصمة وتقاطع مرج الحمام متى سينتهي العمل به؟ يعني العمل بدأ من يوم السبت السابق وهي فترة الزمنية المتوقعة له 18 شهر إن شاء الله وإن شاء الله العمل سيستمر وإحنا بفيه متابعة جيدة إن شاء الله وهذه تعرف أخي مهند هي مشاريع حيوية في النهاية لخدمة المواطن وإحنا نتعاون كنا مع بعض على أساس أن نفعل أن ننجز هذه المشاريع الله يعطيك العافية شكراً لوجدك معنا يعني أكيد هاي الموضوعات تحديداً بحاجة لتركيز كبير وزيادة نشاط وبستاهل الأردن شوية التعب الزيادة برغم تعبكم المشكور وجهودكم المشكورة بدنا شوية تهمة أكثر نحاول نبعد الحجر من الشارع حتى ما حدا جاي مخالف أصلاً مسرع ما يعمل حالك ويعني نتمنى السلامة للجميع أكيد والأساس هو المخالفة في ناس كل يوم تسلك الطريق الصحراوي من سنوات طويلة ما صار معه أي شيء في ناس من أول زيارة بروح بعمل كارثة يعني إن شاء الله إنه الكل يتقيد بقانون السير ويعني عدم ارتكاب المخالفات المميتة بالأول بالآخر بدي أشكر وجدك معنا دكتور جمالك طيشات ناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال أهلا وسهلا فيك بهذا الصباح أهلا وسهلا فيك